معكم نوفمبر 2012 بيبر 2 فاليانت 1 والسؤال السادس اي سؤال يا جماعة عن الريفراكشن سؤال جميل جدا وجايب لي اتنين بريزم محطوطين كده زي ما انتم شايفين خلف خلاف بهذا الشكل ومدخل عليهم ريد لايت تمام ايه طلباته الطلب الاول دي بسيطة خالص دي دي جماعة عن الانجل اف انسدنس زي ما انتم شايفين بهذا الشكل فين الانجل اف انسدنس هي الحتة دي جماعة دي الانجل اف انسدنس اللي هي الانجل مع النورمال ما ده النورمال يا جماعة الخط المناقض ده النورمال فالانجل اف انسدنس ده الانسدنس راي وده الريفراكتد راي بما ان دي الانجل اف انسدنس ده الانجل اف ريفراكشن وده طبعا المركز كمان مش واضح اوي اه لك ار كوريكلي شون وخلاص الطلب التاني انت لازم تكون عارف وفاهم كويس اوي ايه وليبل اللاين اللي طلعه سمي ار بصوا جماعة بقى هنا انت لازم تكون عارف وفاهم كويس اوي ايه اللي بيحصل هنا اللايت راي في الهواء الهواء يا جماعة واللي هو الير بنسميه رير خفيف بينما البرزما افسه ازاز وده بنقول عليه دنس فانت لازم تكون عارف ايه اللي بيحصل من رير تو دنس من رير تو دنس يا جماعة الري دي المفروض تقرب من النورمال يعني احنا متخلين ان هي هتكمل كده عدل لا الحقيقة هي مش هتكمل عدل اما الا هيحصل يا جماعة بدل ما هتكمل عدل في هذا الاتجاه بنرسم نورمال كده النورمال ده حبايبي بيكون بيربنديكلر على السيرفز يعني ده السيرفز بتاعي ده الحاجز اللي ما بين الرير والدنس بنرسم عليه خط بيربنديكلر كده الخط ده جماعة اسمه النورمال من رير تو دنس بيقرب توادز النورمال اهو يا جماعة ده كان مفروض يكمل كده يعني لو عملناها بالمصدر يا جماعة ده المفروض كان نكمل ستريت لان كده معايا ما الا حصل له قالك بدل ما كمل كده كسرنا قربنا توادز النورمال تمام اذا يا جماعة الري لما تيجي من رير من خفيف للدنس ثقيل زي الازاز تمام بدل ما نكملوا عيدل كده جماعة لا اكسروا توادز النورمال طب يلا الناحية التانية هنا يا جماعة ده دنس ثقيل زي الازاز رايح لرير خفيف زي الاير اقعدت من دنس تورير يا جماعة اقعدت لما الحاجة تبقى في دنس تطلع في الرير قالك تبعد عن النورمال طيب انا السورفز بتاعي هنا هو كده ده السورفز بتاعي النورمال بتاعي ازاي؟ بيبقى بيربنديكلر على السورفز كده هو ده النورمال تمام؟ طيب ده المفروض انه هو يكمل كده اه بس لا مش هينفع يكمل لازم يكسر فايه القاعدة؟ قالك لما يجي من دنس من ثقيل لرير قالك ابعده عن النورمال النورمال اهو يا جماعة فهيبعد اهو يفرم النورمال كده هو وده الحرف الار اللي هو قال لي عليه يبقى جماعة من رير تو دنس يقرب من النورمال من دنس تورير يبعد عن النورمال ده اللي هيحصل قدامنا تمام؟ طبعا دي اجابة المارس كيم اهو bent up at first surface اهو اهو بدل ما كده كسرنا ايه؟ كده bent up و bent up at second surface طبعا بدل ما يكمل كده ايه؟ bent up تمام؟ و straight within the prism الخط في البرزم يكون ايه؟ يكون straight فبيقول لي the beam of red light is moved so that it shines into the right hand prism prism العليمين along line r using the letter p mark clearly the point where this ray will emerge from the left hand prism بيقول لي بقى عمل يا جماعة طبعا دي الاولين اللي عملنا العكس روحنا جايبين ال light ray ودخلنا من هنا كده اهو 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 يا جماعة ال light ray دخلنا من هنا تمام؟ قل لي بقى هيروح في الناحية تانية يا جماعة بصوا هيروح نفس الحتة لانه هيجي كده من rare to dance فهيمشي كده اهو وهيجي طلع تاني يروح طالع كده اهو العكس بقى ويجي هنا يروح طالع كده اهو ويجي هنا يروح طالع ايه؟ كده اهو تطلع عند r لو انت رخيت دخلت ال ray من هنا تطلع عند ايه؟ عند p ده اجابة يا جماعة هذا السؤال p clearly shown as the original point of entry اللي هي يعني في نفس مكان الايه؟ الدخول ده اجابة هذا السؤال السؤال بصراحة refraction احترافي بصراحة عايز حد يكون مذاكر الدرس ده كويس جدا 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 ده السؤال 6 a و b موسيقى شكرا